غابة مخيفة وغامضة أرعبت كل أوروبا بسبب الأحداث الخارقة التي تحصل بداخلها يصدر منها أصوات وأنوار تثير الرعب ولا تفسير لها باب إلى عالم آخر مجهول تسكنها روح دراكولا الدموي الذي قتل فيها اختفى فيها الكثيرون ثم عادوا ولم يتذكروا شيئا مما حدث غابة هويا باكيو المسكونة غابة هويا باكيو هي غابة تقع في دولة رومانيا ومن المعروف أن رومانيا من أكثر البلاد المليئة بالأماكن المسكونة في أوروبا كان يسكن هذه الغابة أهلها الأصليون الذين يعتمدون على جمع الحطب والصيد ومن ثم بدأت هذه الغابة تكتسب سمعة سيئة عام 1960 وبدأ سكانها واحدا تلو الآخر في تركها خوفا مما كانوا يسمعونه ويرونه في تلك الغابة حيث كانوا يسمعون أصوات نساء تضحك بشكل هستيري وأصوات أخرى غريبة وأنوار مريبة وبها أشياء غريبة مثل منطقة الدائرة الغامضة الخالية من الأشجار تماما ومن يدخل هذه المنطقة الخالية من الأشجار يشعر بشكل مفاجئ بخوف شديد ويقول السكان الأصليين لتلك الغابة أن من يدخلها لا يخرج منها ويحاولون دائما أن يتجنبوا الحديث عنها وذلك خشية من أن تصيبهم لعنة تلك الغابة المسكونة وما سأخبركم به الآن هو أكثر خمسة قصص مثيرة حول هذا المكان الغامض والغريب ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم قصصنا أولا بأول القصة الأولى بوابة إلى عالم آخر معظم الذين يزورون غابة هويا باكيو يختبرون شعورا غير مستقر كما يدعي الكثيرون أن الغابة هي بمثابة باب إلى عالم آخر أو بعد آخر فأصبح من المعروف والشائع أن زوار الغابة يختفون لفترات من الزمن ويعود بعضهم دون أي تذكر عن المكان الذي اختفوا فيه وغالبا ما كانوا يعودون بطفح جلدي غير مبرر وحروق على أجسادهم وشملت تلك الحوادث الغريبة حادثة اختفاء طفلة تبلغ من العمر خمسة سنوات عندما كانت تتجول في الغابة واختفت بحث والدها عنها بلا هوادة ولكن لم يتم العثور على أي شيء يخص الفتاة أو مكان وجودها وبعد عدة سنوات من البحث المخيب للآمال تم إعلان وفاة الفتاة ولكن بعد مرور خمس سنوات على فقدانها خرجت الفتاة فجأة من الغابة وكأنها خرجت من العدم ولم تتذكر أبدا ما حدث لها كانت تلك الفتاة من القلة المحظوظين إذ قيل أن هناك الكثير من الناس الذين فقدوا في الغابة ولم يعودوا وغالبا ما تم العثور عليهم قتل بعد بضع سنوات بدون أي علامات لوجود أذى أو رضوض على أجسامهم القصة الثانية الكونت فلاد دراكولا وأشباح الفلاحين واحدة من أكثر القصص الدائمة والمنتشرة عن غابة هويا باكيو هي أنها كانت المكان الذي تم فيه قطع رأس الكونت الروماني الشهير فلاد دراكولا سيء السمعة والذي كان مصدر إلهام لرواية برام ستوكر الشهير دراكولا كان دراكولا معروفا بتعطشه الشاذ والنهم للدم البشري حتى قيل إنه كان يعلق ضحاياه على الخازوق بعد دعوتهم لتناول طعام الغداء يعتقد أن شبح دراكولا لا يزال يتجول في تلك الغابة المخيفة ومع ذلك فإن دراكولا ليس الشبح الوحيد الذي يعتقد أنه يسكن في الغابة بل يقال أن الغابة مسكونة أيضا بأرواح الفلاحين الرومانيين الذين قتلوا هناك منذ عقود وأفاد شهود عيان بأن تلك الأرواح المعذبة تتجول عادة في شكل أزواج ووصفوهم بأنهم يملكون عيون خضراء حادة ويحيط بهم ضباب أسود كثيف القصة الثالثة الهمس والأصوات ليس من الغريب أن يتجنب السكان المحليون دخول تلك الغابة بسبب كل تلك الأساطير المحيطة بها حيث يزعم البعض أنه عند دخول الغابة فإن شعور القلق يضربك من كل مكان وتشعر وكأن هناك شخصا ما يراقبك أو ربما شيئا ما حتى أن بعض الناس الذين يعيشون بالقرب من الغابة قد أبلغوا عن سماعهم لأصوات مرعبة وصراخ قادم من الغابة في منتصف الليل كان هذا الصراخ عال جدا في إحدى المرات الأمر الذي استدعى تدخل الشرطة للتحقيق في الأمر وبعد أن جاء رجال الشرطة ودخلوا تلك الغابة سيئة السمعة أفادوا بأنهم سمعوا همسات وأصوات مع لمحات لظلال غريبة حولهم فتملكهم الرعب وفروا من الغابة مهرولين من الفزع وعندما قدم شرطيان لاحقا تقريرهما إلى روسائهما قالوا فيه لم يكن هناك نشاط إجرامي في الغابة ولكن أيا ما كان فقد تأكدنا من أننا لن نعود في اليوم التالي أصيب الشرطيان بصداع نصفي شديد وغثيان مع وجود علامات حرق غير مبررة على أجسادهما القصة الرابعة الصحون الطائرة كان التركيز الرئيسي لعشاق النشاط الخارق على دائرة شكلت من النباتات الميتة موجودة في عمق الغابة تلك البقعة الدائرية لا ينمو فيها أي نبات وتم أخذ عينات من تلك التربة وتحليلها وكانت النتائج غير عادية أبدا فقد تم العثور على مادة غير معروفة سامة جدا ولا تسمح لأي شيء أن ينمو في تلك المنطقة الغامضة انتشرت التكهنات والتخمينات عن ما هي تلك البقعة الغريبة في عمق غابة هويا باكيو وذهبت بعض الآراء الداعمة لوجود الأطباق الطائرة أن تلك المنطقة هي نقطة هبوط العديد من الأجسام الغريبة التي شاهدها العديد من شهود العيان في المنطقة المحيطة بالغابة وأن تلك المادة الغريبة السامة هي بمثابة وقود لتلك الأجسام الغريبة أو الأطباق الطائرة وجدير بالذكر أن الصورة الأولى التي تم أخذها لجسم غريب وهو يحلق في السماء يحوم بالقرب من غابة هويا باكيو كانت في عام 1968 وزاد عدد مشاهدات الأجسام الغريبة على مر السنين وكان آخر تصوير موثق للأجسام الغريبة الطائرة في عام 2002 عندما التقط إثنان من المواطنين يعيشان في الطابق العلوي من مبنى يقع بالقرب من الغابة مقطع فيديو لمدة 27 ثانية لجسم غريب طويل ومشرق يحلق في السماء وكان على شكل سيجارة بطول 50 متر تقريبا ثم صعد هذا الجسم إلى أعلى وأختفى في كتلة من الغيوم القصة الخامسة العروس هذه على الأرجح هي واحدة من أكثر القصص حزنا التي اشتهرت بها غابة هويا باكيو حيث يقال أنه كان هناك عروس وخطيبها يتجولان في تلك الغابة المشؤومة حيث توقفت الفتاة بشكل مفاجئ وبدأت في المشي في الاتجاه الآخر وفي البداية لم يلاحظ خطيبها ذلك ولكن عندما أدرك أنها لم تعد تمشي معه بحث عنها ولكنه لم يجدها وتم إرسال فرق بحث عن الفتاة ولكن دون جدوى ويقال أن شبح العروس ما زال يتجول في الغابة وقد شوهدت مرات عديدة وهي ترتدي فستان زفاف وتبحث عن خطيبها وتظهر فقط للنساء دون الرجال تم تسمية شبح الفتاة بالعروس من قبل السكان المحليين كما قال شهود العيان أن شبح العروس يظهر لهم الود ويراها الأطفال الصغار على وجه الخصوص وتبتسم وتلوح لهم كل ما سمعتوه عن هذه الغابة التي أرعبت أوروبا قد يكون حقيقيا أو محض خيال إلا أن المؤكد أن هذه الغابة باتت تجذب الكثير من الزوار من محبي الإثارة والغموض وهم في ازدياد عاما تلو الآخر فهل تتجرؤون أنتم على زيارتها؟ اكتبوا لنا في التعليقات إذا كنت قد وصلت إلى هنا فلا تنسى أن تضغط لايك وتدعمني بمتابعة القناة للاستمرار في نشر القصص والسلام عليكم